أعلن قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري عن القاء القفض على أربعة منتسبين أمنيين بعد حملهم السلاح في غير واجبهم مضيفا في تصريح خص به قناة الفلوجة أنه وجه قوات سوات ومفارز الانضباط العسكري بإلقاء القفض على كل من يحمل السلاح بشكل ظاهر وهو بزي مدني تحمل سلاح بشكل توحي للمقابل أنه أنت بجهة أمنية وأنت حامل سلاح هذه ما مقبولة هذه المظاهر اللي قلت لك مظهر مخزي ومظهر غير حضاري ويدل على عقلية يمتلكها الجهل وفعلا البارحة بدل تنفيذ القرار بعد أن بلغنا كافة مدراء الأجهزة الأمنية كافة التشكيلات اللي موجودة أنه أحنا ترى ضروري أن الصدى لمثل هذه الظاهرة المخزية والمعيبة والمخجلة نحنا اليوم الموصل مو بس أهن بها بها ناس إعلامين من مختلف دول عالم وهذه الظاهرة أحنا يعني أنا واحد من الناس ما شايفة بأي دولة بالعالم